اينما تواجدت ايران تواجد الموت والقتل شهدة من اهلها تعري دور ايران السلبي في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن حول دورها السلبي في تمويل ميليشيات لتدمير هذه الدول وتأجيج النزاعات فيها الناشطة السياسية الاصلاحية وعضو البرلمان السابق فائزة هاشمي رفسنجاني اعترفت بتورط بلادها في قتل المسلمين عبر التدخل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وفائزة هاشمي رفسنجاني هي الابنة الكبرى للرئيس الايراني الأسبق كبير سياسيين الايرانيين علي اكبر هاشمي رفسنجاني الذي توفي مطلع عام 2017 وسط اتهامات للنظام بتصفيته فائزة ذكرت لوسائل الاعلام في طهران بالقول نحن الآن مخطئون اكثر من اسرائيل والولايات المتحدة ونظام شه محمد رضا بهلوي واضافت نحن نقوم اليوم بكوارث في المنطقة وهذا ما جلب للشعب الايراني الدمار والعقوبات والاوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة واضحت هاشمي رفسنجاني ان سياسات طهران الداخلية والخارجية غير عقلانية وهي على غرار حركة طالبان قائمة على الدعاية فقط مشير الى ان ابراهيم رئيسي مجرد واجه وهناك اخرون يحركونه من وراء الكواليس ويؤثرون على قراراته وحول دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا وميليشيا حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن تمارس ايران دورا سلبيا في المنطقة حيث تؤكد تقارير حقوقية مسؤولية هذه الميليشيات عن مئات المجازر وعمليات التهجير والقتل خارج نطاق القانون اضافة لعمليات الخطف واستعرضت فائز هاشمي عدد قتل السرع الفلسطيني الاسرائيلي موضحة انها تستبعد ان يصل عدد الضحايا الى مائة الف او مائتان الف قتيل وقالت ان ايران تتقدم على اسرائيل في التورط بقتل المسلمين وهو ما يؤكد ان ايران هي دولة الشر في المنطقة اشتركوا في القناة